هاي ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا خير فيديو جديد الفيديو النهاردة مختلف تماما المسك ده انا عملته مرة واحدة بس وقلت هجربه تاني معاكو انه فعل في المرة الاولى انا جربته جالي زهول فحبيت ان انا لما اعمله هجربه معاكو النهاردة المسك دوت بيزيل كل الدهون والزيوت اللي في البشرة خصوصا ان احنا في دخلة الصيف وكمان الصيف والعرق والتراب والبهدلة اللي احنا بنشوفها المسك ده بينظف جدا وكمان بيزيل الدهون بطريقة رهيبة جدا انا عملت المسك ده مرة واحدة فعلا جالي زهول منه فحبيت ان انا اعمله معاكو النهاردة علشان فعلا تجربة تستحق ان انا اجربها معاكو قبل ما ابدأ الفيديو ياريت تعملي الاشتراك واللايك عشان غيرك يستفاد وانت كمان تستفدي المسك هو معي عبارة عن معلقة ارفة صغيرة معلقة كاكاو معلقتين لبن صغيري هنحط الاول الارفة والكاكاو نخلطهم نخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده واللبن هنحطه تداجيا المسك ده جميل جدا 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 لاصحاب البشرة الدهنية والاصحاب البشرة المختلطة احنا نقلبه كويس جدا جدا لحد ما نوصل لكوام يكون متماسك شوية ويكون تقيل علشان ده عرف نفرده كمان انا كده فضيط المعلقتين لبن لو احتاجت تاني هنجي تعلق كويس قوي شايفينه تقيل ومش خفيف ولا مية يعني تقيل شوية اللي هو بين البنين زي كريم ده القوام اللي انا عايزاه قوام كريمي مش عايزاه ولا خفيف ولا تقيل هنبدأ نحطه على البشرة بالشكل ده هسيبه لحد ما ينشف بعد كده بنشتفه نسيبه لحد ما ينشف خالص بعد كده بنشتفه ونرجع نشوف شكله بعد ما يتشطف بصو شايفين كوامه جميل ازاي هسيبه لحد ما ينشف ونرجع نشتفه وبعدين نشوف شكله هيبقى ازاي انا دلوقتي كده عملت ادية اللي اتنين وكمان عملت وشي المسكي عايز تعملي كل حاجة في جسمك منه انا بس عملته في ايجا عشان هورهه لكو ووريكو شكله هيبقى ايه في النهية المسكي بجد بجد يبنات تحفظ كمان عايز اقول لك هو بيحرق بيديكي لاسعة كده ده بسبب القرفة ان القرفة يعني بتنتص كل الدهون اللي في البشرة فده حاجة حلوة جدا ان انت بشرتك مش هيبقى فيها ولا نقطة زيت ولا نقطة الدهون يعني بجد بجد رهيب انا هاخسل وشي وهاخسل ايديه هيقرب ينشف خلاص ووريكو النتيجة بعد اما اخسلهم شايفين يا بنيات انا كده خلاص خلصت وغسلتها شايفين من على القريب نعمة ازاي ومفتحة وشكلها موحدة ازاي جميل جدا 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 الارفة كمان مضحة جدا مبينة وفي فرق طبعا من قبل وبعد انا عملت كمان على وشي عايز اقولك انه بيدي لسعة بسيطة بسيطة جدا مش هتحس بيها ده بسبب الارفة فالارفة بتسحب كل الدهون اللي في البشرة وده طبيعي جدا ان لازم عشان الارفة تسحب ده كله بيدي لسعة بسيطة فما تقلقيش خالص من اللسعة ولا الحرقان البسيطة اللي بيحصل في البشرة وكمان هيدي بشرتك لون وردي جميل جدا 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 انا هحطي لك الصورة في الفيديو بتاعة بشرتي قبل وانا عملاها وكمان بعد ما عملته غسلته الماسك جميل جدا فمن حلوة تفعلها هتبقي عايز تتكليلي يعني هتبقي عايز تعملي في كل حاجة فانا بجد انا بحب اعمله على قديم وحب اعمله على بشرتي الماسك جميل جدا ويستاهل فعلا التجربة وهاستنىك تجربيه وتكتبيلي في الكومنت كمان بعد ما تجربيه ايه رأيك فيه يلا قم يجربيه وشجعي نفسك بعمليه وعايز أقولك المسكي مش هتعمليه برمرة واحدة بس في الأسبوع أتمنى أن يكوني الفيديو عجبك وننسيش تعمليلي اللايك والشير والسابسكرايب وكمان تفعلي الجرس عشان كل فيديو يجد تنزله وتشوفيه باي باي